السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كورشي يوتيوب مع سيهام البنهاوي. النهاردة هنعمل غرزة جديدة. تنفع بلوزة وتنفع شيل صيفي. وممكن تنفع بونشو. وممكن كمان تنفع آآ غرزة لجيبة بسيطة. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على زر الاحمر ايه تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصل لك كول جديد وما تنسيش لايك ونتابع مع بعض الادوات والخطوات. اول حاجة هستخدم ابر رقم اربعة. وخيط قط. طبعا انت بتستخدمي اي خيط مناسب مع الابرة. الغرزة بتاعتنا من مضعفات رقم اتناشر زائد واحد. مضعفات رقم اتناشر زائد واحد. يعني ايه اتناشر زائد واحد? يعني اعد اتناشر سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة حداشر اتناشر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. والواحد اللي احنا قلنا عليه اللي هو الارتفاع التلات سلاسة. واحد اتنين تلاتة. ده كده هنعتبره عمود بلف. هاخد سلسلة مسافة. ولف الخيط واسيب السلسلة اللي هنا. وادخل في اللي بعدها ااخد عمود بلف. انا كده سبت السلسلة الرابعة. ااخد عمود بلف. بالشكل ده. بعد كده هرتفع تسعة سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 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 ستة. ولف الخيط واسيب من تحت سبعة سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وادخل في التمنى. ااخد عمود بلف. الغرزة رقم تمانية. بالشكل ده. وااخد سلسلة. ولف الخيط. واسيب سلسلة من تحت وادخل في اللي بعدها. عمود. واخد سلسلة. ولف الخيط. واسيب سلسلة وادخل في اللي بعدها عمود. بالشكل ده. وارتفع تسعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. ولف الخيط. واسيب سبعة سلاسل من تحت. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وادخل في التمنى. رقم تمانية. ااخد عمود بلف. واخد سلسلة. ولف الخيط واسيب سلسلة من تحت. وادخل في اخر سلسلة عندي ااخد عمود بلف. ده كده. اول سطر معنا زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بارتفع تلت سلاسل واحد اتنين تلاتة. واخد سلسلة مسافة. ولف الشوكل. وفوق العمود هاخد عمود. فوق العمود هاخد عمود. بعد كده. فوق التسعة سلاسل. هبتدي سلسلتين. ولف الخيط. واسيب غرزة التانية وادخل في التالتة. ااخد عمود بلف. ولف الخيط الغرزة اللي بعدها هاخدها نص عمود. نص عمود. يبقى عمود اللي بعده نص عمود. الغرزة اللي بعدها هاخد حشو. يبقى عمود نص عمود حشو. الف الخيط بعد الحشو ااخد نص عمود. بعد الحشو نص عمود. ولف الخيط. وبعد النص عمود ااخد عمود. بالشكلة. يبقى كده عندي خمس غرز. عمود نص عمود حشو نص عمود عمود. ااخد سلسلتين. وفوق العمود ااخد عمود. سلسلة. فوق العمود ااخد عمود. واخد سلسلة. وفوق العمود ااخد عمود. تبقى معايا بالشكل ده. واكرر ااخد سلسلتين. وفي الغرزة رقم تلاتة اتيب غرزة التانية. رقم تلاتة ااخد عمود. اللي بعدها نص عمود. اللي بعدها حشو. بعد الحشو ااخد نص عمود. وبعد النص عمود ااخد عمود. يبقى كده عندي سلسلتين من هنا وسلسلتين من هنا. والخمس غرز اللي في النص عمود. نص عمود حشو. نص عمود عمود. بعد كده سلسلتين. وفوق العمود ااخد عمود. وبعدين سلسلة. ولف الخيط. واسيب سلسلة. وادخل في ثالث سلسلة من الثلاث سلاسل للارتفاع. هياخد عمود تبقى معايا بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. السطر اللي بعد كده هارتفع واحد اتنين تلاتة وسلسلة مسافة ولف الشغل. كده خدت تلات سلاسل وسلسلة مسافة. الف الخيط واخد فوق العمود عمود. بالشكل ده. وعندي هنا في المكان اللي هنا لفوق التسع غرز. ااخد سلسلة. وفوق العمود اول عمود عندي اخد اتنين عمود. واحد اتنين. فوق العمود عملت اتنين عمود. وفوق النص عمود هاخد واحد نص عمود. وفوق الحشو هلف وانزل من تحت غرزة الحشو بالشكل ده. من تحت غرزة الحشو واخد عمود. ممكن اعملها بكده وممكن اعملها بطريقة تانية. بالف الخيط وانزل تحت غرزة الحشو من المكان ده. واخد عمود بلف. تحت غرزة الحشو بالزلط. الف الخيط وفوق غرزة النص عمود ااخد نص عمود. والف الخيط وفوق العمود ااخد اتنين عمود. واحد اتنين. بتبقى بالشكل ده. بعد كده سلسلة. وفوق العمود ااخد عمود. وفوق السلسلة ااخد سلسلة. وفوق العمود عمود. سلسلة. عمود. وقرر الشغل اللي انا عملته النحية دي اعمله النحية. ااخد سلسلة. وفوق العمود ااخد اتنين عمود. واحد. اتنين. وفوق النص عمود ااخد نص عمود. ولف الخيط وفوق الحشو. عندي الحشو اهو. تحته بالزبط. بنزل في الغرزة اللي فيها الحشو. واخد عمود بلف. بالشكل. ولف الخيط وفوق النص عمود ااخد غرزة نص عمود. واخد الثلاث حلقات مع بعض. وفوق العمود الاخير ااخد اتنين عمود بلف. تبقى معايا بالشكل. بعد كده سلسلة. وكرر فوق العمود عمود. وفوق السلسلة سلسلة. وعندي في الثلاث سلاسل في ثالث سلسلة ااخد عمود. بالشكل ده. السطر اللي بعد كده. هارتفع واحد اتنين تلاتة. وسلسلة مسافة. ولف الشغل. واخد عمود فوق العمود. وفوق التسعة غرز هاخد سلسلتين واحد اتنين. ولف الخيط. وعندي العمود اللي في النص هنا. زي ما هشايفين. هسيب اول عمودين. وهسيب النص عمود. وهاجف العمود اللي في النص. وهاخد عمود. وبعدين تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. ولف الخيط. وفي نفس المكان هاخد عمود. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين واحد اتنين. وفوق العمود هاخد عمود. تبقى معي بالشكل ده. وسلسلة فوق السلسلة وعمود فوق العمود. سلسلة فوق السلسلة. وعمود فوق عمود. واكرر الشغل اللي انا عملته النحياتي. هعمله النحياتي. هاخد سلسلتين. ولف الخيط. وفوق العمود اللي في النص. هاخد عمود. وبعدين واحد اتنين تلاتة تلات سلسل. وفي نفس المكان اخد عمود. وبعدين سلسلتين. ولف الخيط واجي فوق العمود اخد عمود. وبعدين سلسلة. وعند اللي ارتفعت ثلاث سلاسل في ثالث سلسلة اخد عمود بلف. بالشكل ده. بعد كده ارتفع واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل وسلسلة مسافة. ولف الشغل. واجي هنا فوق العمود اخد عمود. وعند التسع غرز اخد تسع سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. ولف الخيط وفوق العمود اخد عمود. سلسلة عمود سلسلة عمود بالشكل ده. تبقى انا كده بكرر السطر اللي هو السطر اللي فيه عوامية وتسع سلاسل. بعد كده تسع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. ولف الخيط فوق العمود اخد عمود. وبعدين سلسلة. وهسيب سلسلة واجي في تالت سلسلة من التلات سلاسل اخد عمود. بالشكل ده. واكرر. السطر اللي بعد كده. واحد اتنين تلاتة وسلسلة مسافة. ولف الشكل واجي فوق العمود اخد عمود. وعندي في التسعة سلاسل. هاخد سلسلتين. وهسيب سلسلتين من تحت وادخل في التالتة اخد عمود. عمود. واجي في اللي بعدها اخد نص عمود. واجي في اللي بعدها اخد حشو. ولف الخيط واجي في اللي بعدها اخد نص عمود. ولف الخيط وايجب السلسلة اللي بعدها ياخد عمود بلفها. بالشكل ده. واخد سلسلتين. وفوق العمود ياخد عمود. وكرر الناحية التانية. وبكده بتكون الغرزة خلصت معنا آآ قصدر وبنكررها. مجموعة بنكررها وبعنين نقرر نفس المجموعة. بالشكل اللي احنا شفناه في الفيديو. اربع تسطر وبنكررهم. هدي اول سطر اللي فيه التسع سلاسل. التاني التالت الرابع. بالشكل ده. وبننهي باخر سطر اللي هو التسع سلاسل. نفس السطر اللي احنا بدأنا به. وبكده بتكون الغرزة خلصت معنا. والاول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوس على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. تدوس على الجرس عشان يوصل لكل جديد. وما تنسيش لايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.